تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجالة جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبيل أمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحلت اليوم بعنوان مراهق تائه مراهق تائه هو الحقيقة مش عارف نفسه مش عارف سبب خلقه مش عارف سبب وجوده مش عارف إلى أين يسير مش عارف إلى أين هو زاهب مش عارف يصحى ليه النهاردة مش عارف يصحى أول أسبوع ليه مش عارف يصحى أول الشهر ليه مش عارف يصحى أول السنة ليه مش عارف هو ماشي رايح فين ما عندهش هدف واضح ومحدد حقيقة إنه حياته كلها ماشي بشكل عبثي مراهق تائه أغلب الأمهات والأباء يجي يحكيوا لي المشكلة دي ويقولوا يا دكتور أنا حس إن ابني مالوش هدف عايش كده وخلاص بينام تقريبا أغلب النهار يعني يصحى العصر وطول الليل سهران وعايز يبقى مع صحابه وصحاب أشكالهم ما أعلم بها اللي ربنا يا دكتور وفي نفس الوقت حس إنه مالوش هدف كده مالوش غاية يعني عايش وخلاص يعني يعني أهو بيلبس وبياكل وعايش طبعا المفترض أن إحنا مختلفين عن يعني ربنا كرمنا عن سأل المخلوقات المفترض أن إمعارفين عايشين ليه وموجودين ليه وعايزين ليه عايزين إيه وبناكل علشان نعيش مش عايشين علشان ناكل لأن في البعض فعلا بياكل مش علشان يعيش لا ده ده هو عايش علشان نياكل بس هو مش عارف لنفسه رايح فين وجاي منين تكلمه عن نفسه مش عارف عن نفسه أي حاج تكلمه عن أهدافه ومش عارف أي حاجة المهم أنه عايش كده وخلاص ودي مشكلة بالنسبة للمراهق بالنسبة حتى للطفل لازم ندربه أنه لازم يكون عارف نفسه كويس قوي وعنده هدف واضح ومحدد وعارف هو صاح النهار ده ليه وعارف هيحقق آخر اليوم إيه وحقق آخر الأسبوع إيه ويحقق آخر الشهر إيه ويحقق آخر السنة إيه يحقق خلال عشر سنين إيه ويحقق خلال نهاية عمره إيه يعني عايز يوصل من حياته هدفه من الحياة إيه وكمان في أهداف للآخر عايزين نوصل لإيه هل هدفك توصل للفردوس الأعلى جميل طب هدفك في الدنيا كمان توصل لإيه ده مهم جدا طب هل أنت عارف هل ده مكتوب هل عمل أجندة كده يعني وكاتب فيها أهدافك ومفصل فيها أنت عايز إيه هل عمل توقيت للأهداف اللي أنت عايزها ولا عايش كده وخلاص في حد يقول لك والله أنا يعني مش عارف جيت الدنيا ليه جينا الدنيا ما نعرف ليه وعايشين ليه وريحين فين لا إحنا عارفين عارفين جينا الدنيا ليه وإيه هدفنا وإيه الغاية من خلقنا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أعوذ بالله من شطان الرجيم وما خلقت الجنة والإنساء إلا ليعبدون يبقى الهدف من الحياة العبادة طب العبادة يعني أدخل المسجد وأصلي وأصوم وأزكي وأحج لا العبادة عبادة شاملة يعني كل حاجة عبادة يعني وإنت بتاكل إنت بتاكل عبادة ولا إنت بتاكل زي الآخر مثلا يتمتعون أكلون كما تأكل أنعام والنار مسؤول لهم لا 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 ده أنت بتاكل علشان تتقوى علشان تبقى قوي فدي عبادة بتلعب رياضة علشان ضيع وقت لا لا ده أنا بلعب رياضة علشان أتقوى علشان مؤمن القوي خير الله حب الله من مؤمن الضعيف قوي في جسديه وقوي في نفسي وقوي في عقلي وقوي في معتقداتي وقوي بشكل عام أفضل من أننا أكون ضعيف ويعني فرصة للأمراض أنها تسهل جسمي وفرصة للآخر أنه يعني يعتدي علي لا ده أنا بقولك حتى وإنت بتاكل عبادة وإنت بتلعب رياضة عبادة وإنت نايم عبادة علشان تنبادل علشان تسحى صلى الفجر فدي عبادة وإنت ده غير العبادات المعروفة ده مش هتكلم فيها خلاص ده كلمة العبادات معروفة يعني خلاص يعني أنت تشهد الله إلى الله وأن الحضر رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تقتل زكاة وأن تصوم رمضان وأن تحجل البيت للمنصة الله سبيلة كل ده معروفة عقادة وعبادات ومعاملات وأخلاق ويبقى عندك رؤية الدنيا شاملة كل ده عبادات لكن أنا بتكلم على أنه النجاح عبادة السعادة عبادة الله إزاي يعني أنا أنجح أنت مش عايش علشان تبقى أي حد والسلام لا ده أنت لازم يكون لقيمة في الدنيا لازم تنجح وبالتالي النجاح بالنسبة لك عبادة أنك أنت تكون الأول ده أفضل عبادة أنك أنت تكون سعيد ده أفضل عبادة لأنه أنت لما هتكون سعيد أفضل أعمال إدخال السرور إلى قلب مسلم ففقد الشئ العطيفة لما تكون سعيد هتسعد تسعد الآخر يعني لما تكون سعيد هتسعد الزوجة لما تكون سعيد هتسعد الأبناء ولما تكون سعيد هتسعد الناس اللي حواليك وبالتالي حتى السعادة عبادة يبقى المفترض ان انا اتعلم ازاي اتعبد لله بشكل كامل يبقى اذن انا مخلوق في الدنيا علشان عبادة الله وفي النهاية يعني اتخلقنا وهنرجع ليه الله يبقى فاهمين هدفنا ايه وعايشين ليه مش عايشين كده عبثا او اعتباطا او بدون هدف او عايشين والدنيا مجرد انه يعني ايه انفجار كوني فخلق الحياة لا طبعا والنظرات الفشلة دي كلها وانه يعني عبثا وانا جيت وهي ايام بنعيشها واكتر حاجة دايقني ان انا لحد يقولك والله انا بقت الوقتي ينهر بيض ده الوقت هو الحياة ده الوقت من ذهب ده الوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك او خطعك يعني فانا بقت الوقتي او انا بسلي معرفش الصيام مثلا في الصيام ده انت ممكن تستغل الوقت بشكل قوي جدا ده الوقت هو الحياة ده النجاح هو الحياة يعني النجاح هو في الحياة يعني استثمر الوقت والنجاح حتى في الاخر استثمر الوقت يعني الجنة درجات زي من نار دركات الجنة درجات فاللي هيستثمر وقته كويس هيطلع درجة اعلى اعلى كل ما تستثمر وقتك في الدنيا كويس يبقى انت كده بتخطط صح بتخطط للدنيا وتخطط في الاخر وابتغي في مقتك الله الدار الاخرى ولا تنسى نصيبك من الدنيا يبقى انت عايش كده بتوازن عايش علشان انت توازن ما بين النفس والجسد والعقل والروح يبقى شخصية متوازنة انت عايش متوازن ما بين الدنيا وما بين الاخرى انت عايش متوازن ما بين ما تحت الحجاب الحاجز وما فوق الحجاب الحاجز يعني ما بين شهوة البطن والفرج وفي نفس الوقت كمان انك انت بتنمي روحك وتنمي قلبك وتنمي عقلك خلاص ما فوق الحجاب الحاجز إذا أنت كده متوازن يعني الجانب الأعلى مع الجانب السفلي أنت متوازن بين الدنيا وبين الآخرة أنت متوازن ما بين المادة والروح شعوب الأرض والفلسفات الأخرى هتلاقي فيه فلسفات مادية هتلاقي فيه ناس تعظم من دور الروح على حساب المادة وفيه فلسفات تعظم من دور المادة على حساب الروح يبقى في الحالة دي ده إنسان غير متوازن وحيتعب جدا وحيبقى في حالة من الصراع لأن ربنا خلقنا من قبض الطين ونفخة روح فقبضة الطين مادة ونفخة الروح حاجة معنوية يبقى أنت كمان بتعمل توازن ما بين المادة والروح طول الوقت وبتعمل توازن ما بين الدنيا والأخرة لأن في ممكن حد يعيش للأخرة بدون ما يأخذ نصيبه من الدنيا أو أنه يعيش صح في الدنيا فقالك مش هتجوز خالص أو أن أنا حقوم الليل كله أو أن أنا حصوم الظهر لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علمنا يعني اسمعوا من مشايخنا هذا الكلام هتسمعوا دورر هتسمعوا عجب ويعني نبي صلى الله عليه وسلم قال تركتوا فيكم ما أنتم مسكتم بينا تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي فالمفترض علشان تؤصل وجودك في الحياة علشان تؤصل لإنسانيتك علشان تعرف عايش ليه وعايش رايح فين يبقى من خلال كتابه السنة يبقى أنت كده مش عايز زي أي حد في الوجود أنت عندك العالم مثلا 6-7 مليار في مليار ونص مسلم المفترض لهم هوية وعارفين تولدوا ليه وعايشين ليه فالمفترض أنه اوعى تكون مسلم ومش عارف أنت عايش ليه اوعى ممكن أي حد في الدنيا ممكن ما بقاش عارف لكن أنت أساسا ربنا فيه نور نور عندك قرآن وسنة أساسا بيهدوك على أنك أنت تبقى عارف عايش ليه فما نفعش أنك أنت تعيش كده وخلاص طيب ليه نفرض أنه درجة الالتزام مش هتبقى يعني كل شبه بعضه مسألة ربما كمان حتدخلها لي في الالتزام دين يا دكتور أنت راجل حتى نفساني فكلمني إزاي أن أنا أوجد هذا في حكلمك بس الحقيقة أنه أنا كمسلم مقدرش أنفصل عن معتقداتي يعني أنا راجل حتى كخصائي نفسي مسلم مفترض أنه مقدرش أنفصل عن معتقداتي مقدرش عايش كده وخلاص لا اللي بايش كده وخلاص ما احنا شفنا الحقيقة لنا أسادز في علم النفس ولنا يعني علماء العلم النفس وتلاقي مثلا ديل كارنيجي مثلا صاحب كتاب داع القلق وابدأ الحياة يعني كتاب رائع وأكثر الكتب مبيعا وكذا وكذا لكن مات منتحر أنت فاهم المسألة وهو اللي صاحب كتاب داع القلق وابدأ الحياة ومات منتحر لأنه مش مسلم لأن الإسلام الحقيقة بيبقى الإنسان عارف عايش ليه ووصل لغاية فين حتى في حالات الانتحار اللي يمدي برضو ده شخص أصلا ما كانش عارف هو عايش ليه ولا رايح فين وبالتالي حياته ملاش تمن حياته بلا قيمة إنسان بلا هوية إنسان صفر وبالتالي يتخلص من نفسه ما تقول لس ظروف اقتصادية ما كل الناس عايشة فيها ما تقول لس أصله ظروف كذا ظروف كذا كل دي مبررت القصة في البداية إنه واحد تاية علشان كده النهاردة موضوع مراهق تاية مراهق تاية يمكن لسبب لأنه المراهقة حبدأ يعني تتشكل شخصيتي بشكل جيد أبدأ حدد أهدافي في الحياة بشكل جيد يبقى أنا عرفت حدخل قدبي أقول لعلمي عرفت حدخل إيه بعد كده عرفت أنا مين وعايش ليه وبدأت تتشكل قدراتي وإيجابياتي وسلبياتي ومهاراتي فبدأت أتعرف عليها بشكل جيد يمكن الطفل برامنه لازم يكون حتى للطفل هدف حتى لو هدف بسيط يحققه فيشعر بالإنجاز والسعادة والتقبل والتقدير والثقة بالنفس وبالتالي يشعر أنه بعد كده أي هدف يقدر يحطه يقدر يحققه بعد كده لكن الحقيقة الشكوى المنتشرة من الأباء والأمهات أنه يا دكتور ابني وصل لمرحلة مثلا 12, 13, 14, 15, 15 سنة مرحلة مراقبة مبكرة أو 16, 17, 18 مرحلة مراقبة متأخرة أو 21 يعني بعد 18, 19, 21 مرحلة مراقبة متأخرة والغاية دلوقت يا دكتور أسأله أنت عايز تطلع إيه أو أسأله أنت عايش ليه أو كل الكلام ده هو مش عارف هو بيأكل ويشرب ويلبس وينام ويصحى ويومه زي مبارح زي النهاردة زي بكرة أي حد الأيام شابها بعضها أي حد في نهاية اليوم محققش حاجة في نهاية الأسبوع أو الشهر أو السنة محققش حاجة يبقى للأسف يعني أقولك إيه مش عايز أقولك بطن الأرض له خير من من ظهريها مش عايز أقولك أنه الحقيقة يعني عايش ميت لأن المسألة كلها أنت بتاكل فأنت كائن حي لأنك أنت يعني طالما خلاص أنت بتاكل فبالتالي فيه كائن بيولوجي يتحرك جوه يعني أنت كده عايش على المستوى البيولوجي زي كزي أي كائن آخر الحقيق يعني لما تبدأ بعد كده تتولى الطاقة نفسية وطاقة عقلية من خلال الطاقة البيولوجية اللي جات من الأكل يعني خلاص هتبدأ بعد كده تنمي بقى محتاجين نوصل لطاقة عقلية عالية طاقة روحية عالية توصل لقيم من خلال الطاقة الروحية والإبداع من خلال الطاقة العقلية علشان تحس بنفسك وتحس إن في وجود ليك كتير بقول لكم حيانا واحد يقبل واحد يقول له أو واحد يسأل واحد يقول له لو سمحت يقول له أيوة يقول له أنا عايز أروح للمكان الفلاني يقول له عايز أروح فين يقول له بصراحة أنا مش عارف مش عارف أنا عايز أروح فين فالرجل الثاني يكون ذاكي فيقول له طالما أنت مش عارف عايز تروح فين فاخد أي طريق حيودك للمكان اللي انت مش عارفه وهكذا التاية اللي مش عارف لنفسه قيمة ابتداء ومش عارف لنفسه هدف في الحياة الحقيقة أي طريق بيسلكه وبالتالي لأنه مش محدد لنفسه هدف انت عندك يعني أقرب شيء بين نقطتين الخط المستقيم ده واحد عارف هدفه واحد عارف هو عايش ليه فبالتالي عايش بشكل يعني عايش مباشر لكن في حد يمشي بطريقة يعني ملتاوية كده ملتاوية كده فهو مش عارف هو عايز روح فين عارف أي حد بيتسكع يقولك والله تعالى أنه تسكع على المحلات أو أصلا ماشي مش عارف فين كل ده مش عارف لنفسه هدف ولا عارف لنفسه قيمة يعني يعني لدرجة أنه المفترض أنه لما بحدد البدايات بحدد النهايات لما بحدد قدراتي وإمكانياتي ومهاراتي وبعرف أنا عايز أروح فين فالدنيا تفتح زراعيها لمن أراد أن يصل الدنيا تفتح زراعيها لمن أراد أن يحقق هدفه علشان ما تقولش أصل الصعوبات والدنيا أنت ابتداءا علينا أن نسعى وليس علينا إدراك النجاح في البداية المفترض أنك تتخطط بشكل جيد وبشكل كويس قوي لأن ساعة التخطيط هتوفر عشر ساعات شغل وفي نفسه لك إذا خططت للفشل إذا اللي متخطط للنجاح فقد خططت للفشل اللي متخطط للنجاح فقد خططت للفشل فأنت يومك أساسا ماشي كده عطباطا يقولك مطرح ما ترسي يا دكتور ما عرفته إيه لها ولا إيه 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 دا إيه دا لا دا كلمة كمان تجننك عارف أنت لما يكون واحد يقولك إيه بياخد مخدرات ويقولك إيه أصلا طالبة معايا أنت فاهم اللي بتسمعه اللفظ دا كمان هو مش اللي طالب دا بيقولك هي اللي طالبة منها بيرفع الإحساس بالزن وقال يعني دماغه اللي ماشي براحتها يعني هو ماشي في الاتجاهة تخيل بقى دا بورسين دا يعني المفترض أنه لا دا فقط رأسه دا فقط عقله دا واحد يقولك هي طالبة معايا طالبة معايا الله يعني دا مش انت دا حاجة تانية جواك يعني آه لا يبقى لازم انت عارف انت عايز إيه تسأل واحد تقوله مثلا اسمه يعني انت مين فيقولك اسمه دا اسمك تسأله أيوة انت مين فيقولك طولي أو عرضي دا طولك وعرضك وشكلك وانت مين انا فلان الفلان ابن فلان الفلان ايوة دا كان والدك وعيلتك انت مين ليس الفتى من قال ذاك ابي ان الفتى من قال ها انا ذا يعني انا لي وجود مستقل عن اسرتي عن عيلتي عن العالم لان انا محتاج اضيف للعالم ما اكونش عالة على العالم واخد من العالم يعني طبعا اللي بيعرفش نفسه بيعيش في عالم من التيه والحيرة وبيبقى تايه زي ما انا بقول بهذا الشكل اللي ما بيحددش خضراته بيعيش سنة واثنين وعشر وعشرين وثلاثين بترجع تلاقي زي ما هو يعني ممكن يكون اتنين مع بعض في سنة ستة بتدائي مثلا ويبقى واحد محدد اهدافه بشكل واضح والتاني ماليوش اهداف فيتقابله بعد عشرين سنة مثلا يعني كانوا اتناشر سنة اتناشر سنة بقى اتنين وثلاثين وثلاثين او بعد اربعين سنة او بعد خمسين سنة هتلاقي اللي كان محطط لنفسه اهداف مرتب دماغه ومخطط كويس قوي فعايز يوصل فالله هو اللي هيوصله الاهداف مجرد عليك بس انك انت ايه يعني تبقى عارف امكانياتك وعارف عايش ليه وتحط الاهداف وتسعى لها وهقول لك ايه الوسائل اللي ممكن تخلي الاهداف تتحقق وما تكونش تايه وعايش كده وخلاص يعني لانه خد بالك حتى سبحان الله لما تيجي تفكر ده مجهود ولما تيجي تخطط ده مجهود ولما تيجي تحط رؤية واستراتيجية ده مجهود اولا انت محتاج تتعلم ده ثانيا ده مجهود فاحيانا واحد ايه عايش برحرحة كده يقولك انا عايش في منطقة الراحة انا مش عايز لا ارف ولا تعب ولا هم ولا اي حاجة ما انت اللي هتكون في الاخر خالص مش سعيد لانه لما تحدد هدفك هتوصل لحاجات جميلة جدا هقولك عليها دلوقتي يعني الفيلسوف حتى قال لنا ايه قال لنا خمس علموني خمس هم اساتيزتي من ماذا لماذا ماتا كيف يعني ايه يعني الخمس حاجات دول ما بقاش تايح سمعين ايها المراهقون ايها الشباب ايها الانسان بشكل عام من الطفل لغاية الشيخ الكبير الرجل والمرأة اي انسان عايش على ظهر الكون خمس حاجات لو انت عرفتهم كواس قوي وبدأت تشتغل عليهم وبدأت توصل لهم حتى بقى انسان عايش بجد وعايش ليه يعني مضمون ثري في الحياة وليه وجود متأصل ومتجذر في الدنيا ويعني عايش صح لكن لو انت مش عارف دول ايه ومش عارف تجاوب عليهم هتبقى تايح زي ما انا سميت الحالة النهاردة مراهق تايح حد تايح مش عارف لنفسه يعني تولد ليه وعايش ليه ورايح فين ودول التلات اسئلة المصيرية المصيرية خدوا بالكم احيانا يسألهم الطفل ويسألهم الفيلسوف ولذلك يقول يقولك يعني ان الطفل فيلسوف كبير يقولك ان انا تولدت منين طب انا تولدت ليه طب انا عايش ليه طب انا رايح فين طب النهاية ايه ده طفل بيقوله والفيلسوف هي دي اسئلة الفلسفة الكبيرة فاللي يجاوب على التلات اسئلة دول انا تولدت ليه وعايش ليه ورايح فين يبقى فيلسوف كبير لكن اللي ما يجاوبهمش مش هيعرف حاجة اي حد نجح في الحياة او اي حد سعيد في الحياة هو كان عنده خمس حاجات رئيسية يجاوب عليهم من انا ماذا اريد في الاول من ماذا لماذا متا كيف علشان تحفظهم حفظهم بازا الشكل يعني علشان تعرف تجاوب عليهم طب من يعني من انا من انا يعني مين انت هل تعرف نفسك من عرف نفسه فقط عرف رب واللي يعرف نفسه كويس قوي يبقى حاسس بوجوده بشكل جيد قوي في الحياة مبقاش تاه يعني مين انت يعني ايه ايجابياتك ايه نقاط القوة اللي عندك ايه سلبياتك ايه نقاط الضعف اللي عندك ايه النقاط التميز اللي موجودة عن غيرك ايه المهارات اللي موجودة عندك شاطر في ايه في الحياة ده كده تبقى جاوبت على السؤال الاول وحقولولك بالتفصيل دلوقتي علشان يعني يريد تجيب وراء وقلم وتكتب معايا النهاردة كده بحيث انه في النهاية تؤصل وجودك في الحياة تعرف لنفسك قيمة وتعرف لنفسك هدف في الحياة علشان ما تبقاش تاية في الحياة خلاص يبقى من وهشرح لك بالتفصيل اكتر ماذا اللي هو ايه الهدف في الحياة لازم يكون لك هدف ماذا اريد انت عايز ايه في الحياة وحنكلم في الجزئية دي على سؤال طول عمره بيتسألنا بشكل ناقص اولا نشوف طفل تقوله ايه حبيب انت عايز تطلع ايه وكان بيتقلنا برضو انت عايز تطلع ايه واغلب اللي بيقولوه ما بيطلعهوش والسؤال كمان ناقص ناقص يعني ايه يعني المفترض ده السؤال ده ليه سبع اوجه وسبع اجابات مختلفة هو بيسألك بيقولك على اجابة واحد بس كده وانت تمشي السؤال بتاعك ناقص والاجابة ناقصة لا محتاجين السؤال بقى شامل عشان نسأله الاولادنا ونسأله الطلابنا المراهقين في السنوي والاعداده السنوي محتاجين نسأله لكل انسان الاسئلة السبع لازم يطلب عشان انت عايز تطلع ايه لا ده انا عايز اسأله يعني سبع اسئلة ويربد بسبع اجابات على السؤال الناقص والاجابة النقصة ده ماذا اريد دي الاهداف لماذا احقق ما اريد يعني او يعني ايه لماذا اريد ان احقق ذلك اللي هو الاهداف اللي انا بحطها ليه ليه دي الدوافع دي الدوافع هنكلم عنها ثم متى احقق ما اريد لازم يكون في مدة زمنية لازم يكون في مدة زمنية اي حاجة من غير مدة زمنية انسى وذلك الاجانب اللي ما يكتبوا بروتوكول عمل مع اي حد او يعني صفقة مع اي حد لمنتج معين يحدد له مدة زمنية انا محتاج منك انك انت مثلا تطبع لتلاتين الف كتاب في تلاتين هاخدهم منك مثلا بعد قد ايه فيتفاوض خد راحتك بعد قد ايه يبقى مثلا ست شهور طيب خد بالك هنكتب عقدة بكده ست شهور ويوم بعد كده كل يوم زيادة بألف دولار كل يوم زيادة تتحمله انت يبقى دي ناس عرفة كويس قوي هي بتعمل ايه الانسان الناجح هو اللي بيبقى قيمة الوقت عنده عالية قوي كل حاجة موقوطة ومحددة بمدة زمنية طيب من انا ماذا اريد لماذا اريد تحقيق ذلك هي الاهداف بتاعتي متى احقق ما اريد المدة الزمنية كيف احقق ما اريد هل تعرف استراتيجيات النجاح هل تعرف كيف تحقق ما تضعه من اهداف ده مهم جدا لو انت في الخماسية دي ما كنتش عارف تجاوب عليها ولم تحققها فانت بالفعل هتبقى مراهق تائه وانا مش عايزك تكون تائه بالعكس انا جاي النهاردة علشان تعرف الخط اللي انت هتمشي عليه علشان ما تبقاش تائه علشان تبقى حاسس بوجودك بشكل قوي برضو هنشرح بالتفصيل يعني من ماذا يعني لماذا متى كيف ايه الموضوع ده وحنوصله ازاي وايه الدوافع وايه الهدف يعني ايه دوافع ويعني ايه مدة زمنية ويعني استراتيجيات نجاح كل ده احنا عرفه ما تروحوش في اي حتة اللي احنا هنكمل ان شاء الله لكن بعد ايه بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة